تتفاعل حادثة احتجاز الحوثيين سفينة في البحر الأحمر وسط ارتفاع منسوب المخاوف من اتساع الصراع من غزة إلى المنطقة فيما تصر إسرائيل على اتهام إيران بالوقوف وراء الحادث نفت طهران ضلوعها وأي دور لها في موقف إيراني مكرر في إطار التنصل من أنشطة أذرعها ردا على الحرب في غزة وفي وقت يخشى أن يفاقم احتجاز السفينة التوترات في المنطقة تبدو تردداته واضحة على العلاقة بين طهران وواشنطن خصوصا بعد التزايد وتيرة هجمات فصائل عراقية على قواعد أمريكية في سوريا والعراق ما هي تداعيات احتجاز الحوثيين السفينة؟ وهل يؤدي إلى توسع رقعة الصراع؟ لنقاش ينضم إلينا من طهران أستاذ العلام السياسي في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي دكتور أحمد دائما ما تتنصل إيران من ارتباطها بأي عمل تقوم به مثل هذه الجماعات المعروفة أن لإيران تأثير عليها هل يمكن للحوثيين أن يقوموا بمثل هذا الدور دون على الأقل مباركة إيرانية؟ في البداية أوجه التحية لك والزملاء ومشاهدي قناتكم بطبيعة الحال يعني إيران لم تخفي دعمها وتأييدها لمكونات محور المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن وأي مكان آخر هذا العمل الأخير يتماشى مع سياسة طهران والمشروع الذي تمتلكه في المنطقة في مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي هذا طبيعي هذا من جهة ولكن من جهة أخرى نحن نؤكد يعني من طهران وكما يؤكد المسؤولون أنه لا يمكن أن تستولي طهران على قرارات هذه المجموعات أو هذه المكونات وأن تفرض عليها أراءها الخاصة إنما هذه المجموعات تحظى بالدعم من طهران هذا لا يخفيه أحد يعني المسؤولون دائما يكررون هذا الأمر لكن لو يعني القيادة الإيرانية لو وجهت هذه الجماعات بضرورة تضبط النفس ألا تقوم مثل هذه الجماعات الحوثين على سبيل المثال باحترام هذا التوجيه الإيراني وإن كان في الكواليس نعم يعني هناك تنسيق ما بين مختلف الجوانب أو مختلف مكونات هذا المحور ولكن هذا لا يعني أن الاستشارة أو أن الرأي أو رأي طهران هو في الواقع محاولة لفرض قرار معين ومصادرة قرار الجانب الآخر هذا ما تريد أن توحيها الإدارة الأمريكية لأنها من مصلحتها ومن مصلحة إسرائيل حصر الصراع الجاري وإخراجه من دائرة الفلسطينيين إلى دائرة أوسع وهو دائرة إيران وحرف البوصلة وحرف الأنظار هذه محاولة لشيطنة إيران تدخل ضمن سياق الخطة الأمريكية التي تتبعها منذ سنوات في خطة التخويف من إيران وترهيبها في المنطقة لذلك تحاول تشيع مثل هذه الأنباء التي ليست صحيحة ولكن علينا يعني ينبغي أن نعالج المشكلة من الجذور طالما أن الإدارة الأمريكية مساهمة ومشاركة في الحرب وهي التي توسع هذه الآفاق وهذه الدائرة فعليها أن تتوقع كل شيء كما أن قتل الأطفال هو جريمة في القانون الدولي والنساء والشيوخ ومهاجمة المستشعى إذن في رأيك خرق القانون الدولي دكتور أحمد تداعيات ما قام به الحوثيين احتجاز هذه السفينة أنت قلت أن على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل توقع ربما القادم كانت هناك كثير من التهديدات حتى من قبل هذه المجموعات سواء في جنوب لبنان حزب الله الحوثيين في سوريا وأيضا العراق هل نتوقع تصعيد أيضا في نوعية العمليات لاستهداف أي أمر مرتبط بالقوات الأمريكية سواء مقرات في سوريا أو العراق أو حتى تحركات أوسع كما حدث الآن من استهداف لحركة الملاحة في البحر الأحمر ماذا بعد ذلك في رأيك؟ بالفعل إيران ومكونات محور المقاومة يحاولون ممارسة الضغط واستعمال أوراق ما لديهم من أوراق ضغط في هذه اللعبة التي تمارسها الولايات المتحدة ومن ورائها الكيان الإسرائيلي أو بالعكس من أجل وقف المجازر والمذابح في غزة هذه المعادلة هي بسيطة في الواقع ولكن وجهت أو لاقت هذه المعادلة رفضا منذ أكثر من أربعين يوما من الجانب الإسرائيلي وكذلك الجانب الأمريكي الذي صرح بأنه يعارض وقف اطلاق النار وقد جاء ذلك في قرارات أو في فشل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات وكل شيء مرشح للتصعيد ما دام هذه المجازر مستمرة في غزة فبطبيعة الحال الخطوط الحمراء التي حددتها واشنطن والكيان الإسرائيلي وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتهكت وعلينا توقع المزيد يعني هناك في الواقع استهداف ربما سيكون في الأيام القادمة للسفن الأمريكية سواء في البحر المتوسط أو الإسرائيلية في البحر الأحمر ومن ثم ارتفاع منسوب قيمة التأمين والشركات التأمين ستطلب المزيد من الأمريكي هذا التحرك إلى أي درجة يمثل ضغطا على واشنطن وعلى إسرائيل تحديدا في رأيك ما حجم الضغط الذي تؤثر به مثل هذه الخطوات من قبل المجموعات المرتبطة بإيران ضمن ما يسمى بمحور المقاومة حجم التأثير في رأيك نعم بالفعل التأثير سيكون واضحا لأن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل تعتمدان بشكل رئيسي على الخطوط الملاحية في البحر الأحمر وطالما تعرضت هذه الخطوط للمجازفة وتعرضت إلى المخاطر سترتفع أجور النقل والشحن وسترتفع تكلفة التأييد الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة وربما هذا سيجبرها أو ستعلو الأصوات في داخل الكونغرس وفي داخل الإدارة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء هذه المشكلة والتوصل إلى حل ولكن طالما هذا الجرح النازف يستمر وإراقة الدماء مستمرة في غزة في إسرائيل والولايات المتحدة عليها أن تتوقع سفك المزيد من الدماء في مناطق أخرى وطالما كان هناك حصار اقتصادي مطبق على غزة وضرب المستشفيات ليلا ونهارا والحصار المطبق منع الغذاء والدواء والماء عن أهل غزة فعلى الولايات المتحدة أن تتوقع وكذلك إسرائيل أن خطوطها الملاحية ستتعرض إلى لكن هناك من يرى أن هذه الخطوط معنية باقتصاد العالمي وإيضا اقتصاد المنطقة ككل هذا الاستهداف يؤثر على دول المنطقة وعلى حركة الملاحة في البحر العحمر المرتبطة بكثير من الدول العربية تحديدا ويأتي السؤال هنا لماذا لا تدفع أو تبارك إيران أو طهران حزب الله القريب من الحدود الإسرائيلية للتحرك بشكل أكثر جرأة لمواجهة هذا الوجود الإسرائيلي وليس فقط يبقى ضمن إطار المواجهات والمناوشات وإن كان فيه تصعيد مؤخرا عالي لكن هناك من يرى أن حتى حزب الله حاول التنصر قدر الإمكان من ارتباطه ودعمه المباشر لحماس باختصار نعم هذا سؤال وجيه في الواقع ولكن بما أن الحرب متعددة الجوانب أخذت في الواقع صبغات عديدة وأخذت أقسام ومواضيع كثيرة منها الحصار الاقتصادي ومنها مهاجمة المدنيين العزل ومنها حتى الحضر على غزة فإذن الحصار يقابل الحصار وقتل النفس يقابلها القاتل وإلى آخره هذه كلها أوراق تصعيدية وعلامات ومؤشرات من أجل الضغط وكما تعلم ويعلم المشاهدون الكرام أن حزب الله منخرط في العملية العسكرية ولكن لم يرمي بكل ثقله لحد الآن وهذا يتبع الموازنات الدولية الرائجة والسائدة وظروف المنطقة طبعا المطلوب هو الدعم من كافة الفصائل الأخرى وكذلك البلدان العربية التي يعنيها الشأن الفلسطيني عند ذلك سترى واشنطن وإسرائيل أنهم تحت ضغط شديد ولا بد لهما من وقف إطلاق النار الدكتور أحمد مهدي أستاذ العلام السياسي في جامعة قوم كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك دكتور أحمد ترجمة نانسي قنقر